أصبحت الدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح المدارس والحضانات اعتبارا من اليوم جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء ميت فريد ريكسن أن السلطات تخطط لإعادة فتح المجتمع وستنخفاض مستمر في حالة الإصابة بكورونا وقد فتحت المدارس بشكل جزئي حيث فتحت 35% فقط منها ومن الحضانات وفتحت أبوابها في العاصمة كوبنهاجن ومن المتوقع استتاح جميع المدارس والحضانات في العشرين من أبريل هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الدنمارك حتى أمس إلى 6496 حالة فيما بلغت حالة الوفاء 299 حالة ويشهد عدد الإصابات اليومية انخفاضا متواصلا منذ نحو أسبوعين ترجمة نانسي قنقر